وانسيبكو ختاماً مع الدكتور سعد شلبي وتقرير عن أبرز مصادرة من قرارات لمجلس إدارة النادي الأهلي اليوم تصبع على خير بسم الله الرحمن الرحيم في واحدة من الجلسات المهمة لمجلس إدارة النادي الأهلي في الحقيقة انعقدت اليوم جلسة مجلس إدارة النادي الأهلي وكانت جلسة مهمة ليس من حيث الموضوعات ولكن أهميتها أيضاً أتت من المداخلة الكريمة التي شرفت بها الجلسة من الكابتن محمود القطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خلال رحلة العلاج الذي حرص في هذه المداخلة على طمئنة كميع أعضاء مجلس النادي الأهلي الموقر الذي كان لديه شغف كبير للإطمئنان على صحة الكابتن محمود خلال رحلة العلاج الذي يقوم بها في فرنسا وفي الحقيقة الكابتن محمود أيضاً حرص على استعراض بعض من جدول الأعمال مع المجلس الموقر وكانت أهم الموضوعات التي حرص أن يستعرضها الكابتن محمود خلال تلك الفترة هي التطورات التي تتم في الفرع الجديد بالقاهرة الجديدة حيث حرص على استعراض جميع التطورات التي تتم في تجهيزات المباني الإدارية أيضاً الملاعب الرياضية الخاصة بأبناء أعضاء النادي الأهلي وأيضاً الخدمات اللوجستية المصاحبة لافتتاح الفرع وأبدأ بسعادة بلغة بحجم التطورات التي تتم في هذا الفرع الكبير الذي سوف يكون محل فخر من كل المصريين بشكل عام ومن أعضاء النادي الأهلي بشكل خاص وفي الحقيقة كعادة الكابتن محمود بقيمه الراقية حرص على توجيه الشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة على الجهود الكبيرة التي قاموا بها خلال الفترة الماضية لاستعداد لافتتاح هذا الفرع الكبير كما أيضاً كان هناك خبر سعيد أيضاً أسلج صدور المجلس الموقر والكابتن محمود شخصياً وهو استعراض الميزانية المالية للنادي الأهلي عن العام المالي 2021-2022 والتي كانت هناك خبر صار لكل أعضاء الجمعية العمومية الموقرين وهو أن الميزانية في هذا العام قد حققت فائد كبير بلغ 149 مليون 853 ألف جنيه بميزانية إجمالية كبيرة وضخمة أيضاً هي الأكبر في تاريخ النادي الأهلي بلغت 3 مليار 87 مليون جنيه وهنا حرص الكابتن محمود أيضاً على توجيه الشكر للسيد أمين السندوق السيد المدير المالي على هذه الجهود الكريمة في العام المالي 2021-2022 ثم استأذن الكابتن محمود للانصراف في ارتباطه بموعد مع الطبيب المعالج بعد أن طمأن المجلس على الأمور الصحية التي تهم مجلس الإدارة أيضاً وجماهير النادي الأهلي الكبيرة والعريضة في كل مكان ثم انتقل المجلس بعد انصراف الكابتن محمود إلى منقش الجدول الأعمال في الحقيقة اللي كان أيضاً يتضمن مجموعة من الموضوعات المهمة وكان أهمها هو الاستعدادات التي تتم أيضاً على قدم وصاق لانعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي عن العام المالي 2021-2022 وكافة التجهيزات التي تقوم بها الإدارة التنفيذية لاستقبال أعضاء النادي الأهلي الموقرين بكافة التسهيلات التي يمكن أن توفر سبل الراحة خلال يومي انعقاد الجمعية وهم 28 وتسعة وعشرين ثم انتقل المجلس أيضاً لمناقشة موضوع تم منقشته على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي وهو الخطاب الذي كان يشير إلى أن هناك فرع للنادي الأهلي في العالمين حيث أشار الخطاب إلى أن وزارة الإسكان قد قامت بتخصيص قطعة أرض وفي الحقيقة المجلس أشار إلى أن هذا الخطاب لم يصل إلى النادي الأهلي بصورة رسمية إلى حتى تاريخه ولكن المجلس أيضاً كان على أتم الاستعداد في حالة وصول هذا الخطاب إلى النادي الأهلي بشكل رسمي من الجهات المسؤولة عن ذلك سوف تكون هناك لجنة مشكلة برئاس سيد العامري فاروق وعضوية كل من الأستاذ محمد الغزاوي رئيس لجنة تنمية الموارد الزاتية وتضم أيضاً في عضويتها الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الجرحي وأيضاً الأستاذ علمية مختار عضو لجنة تنمية الموارد الزاتية وتضم أيضاً في عضويتها المدير التنفيذي للنادي الأهلي وتقوم في حالة وصول هذا الخطاب إلى النادي بشكل رسمي بدراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذا الشأن سواء كانت من الجوانب المالية الجوانب القانونية ثم سوف ترفع تقرير إلى مجلس الإدارة الموقر برؤيتها حول هذا الموضوع ده كان جانب أيضا مهم من الجلسة ثم انتقلت الجلسة إلى منقشة الموضوعات المتعلقة بالجمعية مثل التقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2021 وما يشمله أيضا من خطة الأنشطة للعام المالي القادم كما اعتمد المجلس الإدارة مشروع الموازنة عن العام المالي 2023-2022-2023 بالإضافة إلى مجموعة من القرارات الأخرى التي استصدرها مجلس الإدارة خلال تلك الجلسة الموقرة وكان المجلس أيضا حريص على التأكيد على أن تكون هناك استعدادات كاملة من قبل إدارة النادي لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية ومتابعة ونشر التقارير الخاصة بهذا العام المالي 2021 والذي شمل الكثير من الأخبار التي أيضا سوف تسعد جميع أعضاء الجمعية العمومية وأما كما ذكرنا في البداية هو وجود فائد منذ فترة كبيرة في ظل تحديات اقتصادية مر بها العالم وأيضا لأن عكاسات أيضا على الدولة المصرية أن تكون هناك فائد في ميزانية النادي تقدر ب149 مليون جنيه 853 ألف جنيه وهذا فائد أيضا كبير في الحقيقة يستحق الشكر والتقدير لكل الجهود التي قام بها مجلس الإدارة شكرا جزيلا لكل متابعي النادي الأهل ترجمة نانسي قنقر